السلام عليكم وأهلا بكم في فيديو جديد في تاريخ 3 إبريل من سنة 2021 كان فيه أم وزوجة اللي كانت خارجة علشان تشتري بعض الأغراض الأم دي كانت حاسة بقلق وتوتر وما كانتش حابة تخرج لوحدها لأنها كانت حاسة أن فيه شخص بيتتبعها وعلشان كده اتصلت بأختها الكبيرة وطلبت منها أنها تروح معاها هي وبناتها علشان يشتروا الأغراض اللي كانت عايزة تشتريها وبالفعل هيطلع الأختين على الطريق ومعاهم البنتين الصغيرين وفجأة وبدون أي سابق انذار هيتعرض ليهم شخص واللي حرفيا هيعترض طريقهم ومش بس كده الموضوع هيتساعد لدرجة أكبر من كده بكتير لدرجة ما فيش أي حد كان يتوقع أنها ممكن تحصل وبالرغم من كل جهود الأخت الكبيرة في أنها تحمي أختها إلا أن الشخص ده قدر أن هو ياخد الأمة وطفلينها في العربية اللي كانت ركبة فيها وحرفيا يخطفهم وبعد فترة لا تتعدى الساعة هيظهر الشخص ده من خلال كاميرات المرأبة لمستشفى من المستشفى بعد ما ارتكب تصرف ما فيش أي حد كان يتوقع أن هو ممكن يعمله علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معايا الفيديو للنهاية تابعوا لي! بتدور أحداث حكايتنا في دولة الكويت بطلة حكايتنا اسمها فرح حمزة أكبر وهي بنت عاشت حياتها وطفولتها بالكامل في دولة الكويت وكانت بتنحدر من أسرة متوسطة اجتماعيا وطفولة فرح كانت طفولة عادية ما فيهاش أي شيء مصير للاهتمام معادة إن أبوها وأمها في مرحلة ما من طفولتها قرروا الاثنين إن الحياة استحالت ما بينهم وإن هم ينفصلوا عن بعد ومن الواضح إن الانفصال ما بين الأب والأم كان بالتراضي حضانة الأطفال راحت للأم بعد انفصالها عن الأب ومن بعدها قررت إنها تتزوج مرة تانية وعاشت فرح بقية حياتها مع أمها وزوج أمها زواج الأم مرة تانية ما أثرش على حياة فرح وأخوتها إطلاقا بل إن حياتهم كانت طبيعية ومشي في مصارها الصحيح كملوا تعليمهم ودرستهم حتى إن أخت فرح الكبيرة واللي كان اسمها دانا قدرت إنها تتحصل على شهادة بإنها تعمل كمحامية فرح كانت بتحترم عادات وتقاليد دينها وأسرتها وزي ما تقولوا كده إنها كانت ملتزمة جدا ومحافظة لحد ما هنوصل لسنة 2008 في الوقت دا هيقرروا إن فرح تتزوج من ابن خالها ما كانش فيه أي علاقة ما بينهم ولا كان حتى فيه ما بينهم سابق معرفة قوية تقدروا تقولوا إن هم كانوا ولاد خالة بيتقابلوا في المناسبات وفي الأعياد والكلام ما بينهم كان سطحي وأقل من السطحي ولكن الكبار في العيلة هيقرروا إن فرح وابن خالها الأتنين يتزوجوا من بعض فرح لما هيعرضوا عليها أمر الزواج من ابن خالها مش هتعترض أبدا هي ما كانتش مرتبطة معها عاطفيا ولكنها على أي حال كانت شايفة إن اللي تعرفوا أحسن من اللي ما تعرفوش وبالفعل هيتم زواج فرح وابن خالها وهينجيبوا بنتين كل الأصدقاء والمعارف حوالين فرح وابن خالها كانوا بيقولوا إن هم كانوا زوجين متفاهمين وما كانش فيه ما بينهم مشاكل قوية عما لو كان فيه ما بينهم مشاكل فهي المشاكل العادية اللي بتحصل ما بين أي زوجين بس عمرهم ما حصلت ما بينهم مشكلة قوية جدا تقدر إنها تهدد حياتهم وتهدد استقرارهم عمر ما كلمة اطلاء اتقالت في بيتهم بتاتا وهتمر الأيام وهيجبروا بنات فرح وفي يوم من الأيام هتقرر إنها تاخد بناتها علشان يلعبوا وعلشان كده هتروح بيهم لحديقة أو منتزه واللي كان شهير جدا في الكويت واسمه منتزه الخيران وفي الوقت اللي فرح كانت مشغولة مع بناتها وتلعب معاهم لحظت إن كان فيه شخص واقف بيبص عليها من بعيد ولحظت كمان إن الشخص ده كان لابس زي عسكري كان واضح إنه هو ما بينزلش عينه من عليها لدرجة إن فرح اتلفت نظرها من طريقة نظراته ليها اعتقدت في البداية إن وارد إن الشخص ده يكون يعرفها بأي شكل من الأشكال وعلشان كده بيبص لها حاولت إنها تدق النظر ليه ولكنها تأكدت إنها ما تعرفوش إطلاقا وعلشان كده تجهلته تماما وعملت نفسها وكأنها مش شايفة ولكن الشخص ده اتجرأ وأخذ بعضه وراح لحد فرح وكان بيحاول إن هو يتكلم معاها وإن هو ياخد رقم تليفون علشان يتعرف عليها في الوقت ده فرح صدته تماما وقالتنه إنها مش حابة تتكلم مع أي شخص غريب والشخص ده احترم رغبتها وأخذ بعضه ميشي وبعد ما بنات فرح انتهوا من اللعب أخذت بناتها في العربية ورجعت بيهم مرة تانية للبيل ولكن اللي فرح ما كانتش تعرفه في الوقت ده إن الشخص ده ما بعيدش عنها لما هي صدته ولكنه قرر يقف ويرائبها علشان يعرف هي هتتجه لفين بالزبط وكمان بما إنه هو بيعمل في سلاح عسكري قرر إنه ياخد الأرقام للوحة المعدنية لعربيتها علشان يكشف عليها ويقدر يعرف عنها بعض التفاصيل طبعا الأمر ده كان سهل جدا بالنسبة له وبحكم وظيفته وبالفعل قدر الشخص ده إنه هو يتحصل عن كل المعلومات عن فرح أنوانها رقم تليفونها كل المعلومات اللي تتخيلوها قدر إنه هو يوصل لها وابتدى إنه هو يتصل بيها كل يوم وكل دقيقة وكل ساعة وكان بيحاول طول الوقت إنه هو يقنعها بإنها تقابله وإنها تحاول تديله فرصة عشان يتكلم معاها فرح في كل مرة كان بيتصل بيها الشخص ده كانت بتوضح له إنها ما تقدرش تتكلم معايا وإنها ما ينفعش تتكلم معايا لإنها سيدة متزوجة وبتحترم زوجها ولكن هو ما كانش عنده استعداد إنه هو يتراجع أبدا وفي النهاية فرح لقيت إنه ما فيش أي حل علشان إنها تتجنب كل الاتصالات دي غير إنها تروح لمركز الشرطة وتقدم بلاغ ضده فرح لما راحت لمركز الشرطة ما كانش معاها أي معلومات عن الشاب ده غير رقم التليفون اللي ظهر على تليفونها لما هو اتصل بيها وفي الوقت ده قالت إن ده كافي جيت لنا علشان تقدم بلاغ ضده وبالفعل أفراد الشرطة لما فرح قدمت بلاغ برقم التليفون للشخص اللي كان بيتصل بيها قدروا إنه هم يتواصلوا معايا من خلاله ويستدعوا لمركز الشرطة لما بدأوا إنه هم يتكلموا معاه قالوهم إنه هو كان نيته خير وإنه هو كان عايز يتزوج منها وإنه هو مش عايز يأذيها بأي شكل من الأشكال وفي الوقت ده أفراد الشرطة هيستدعوا فرح علشان توصل لمركز الشرطة وتتكلم مع الشخص ده وتقوله إن كانت هي عايزة تتكلم معاه ولا لا؟ بالفعل فرح هتروح لمركز الشرطة وهتوضح للشخص ده إنها ما ينفاش تتكلم معاه بتاتا وقالت له قدام أفراد الشرطة إنها سيدة متزوجة وإن البنات اللي شافهم معاه في منتزه الخيران دول يبقوا بناتها وإنها ما ينفاش تتكلم معاه بأي شكل من الأشكال اعتذر لها الشخص ده قدام أفراد الشرطة حتى إنهما مضوا على تعهد بعدم التعرض لفرح مرة تانية وهيمر أربع أيام بعدما الشخص ده مضى على التعهد وفرح ولا تلقت منه أي مكالمة ولا شافته في أي مكان وحسك إنه هو أخيرا اقتنع وفهم الموضوع وبعد عنها ولكن بعد مرور أربع أيام هتكتشف إن الشخص ده كان بيظهر قدامها في كل مكان حرفيا في كل مكان أي حتى كانت بتروحها فرح كانت بتلاقي واقف قدامها وده بالرغم من إن بعض الأماكن اللي كانت بتروحها بتكون من غير معايد وما بيكونش هي نفسها مرتبة ولا عارفة إنها تروح للمكان ده يبقى إزاي الشخص ده بيتتبعها في كل مكان في الوقت ده فرح قالت هو بيرقبني ولا إيه وكانت بتعتقد من إن الشخص ده قاعد قدام بيتها 24 ساعة وما بيعملش أي حاجة غير إنه هو يتتبعها ويمشي وراها ولكن واحدة من أصدقائها قالت لها إن وارد يكون الشخص ده مركب جهاز تعقب في عربيتها وإنها لازم تتأكد من الموضوع ده وبالفعل فرح هتروح وتكشف عن عربيتها وهتتأكد إن الشخص ده ركب جهاز تعقب في عربيتها والوضع بالشكل ده ما يتسكتش عليه أبدا رجعت فرح مرة تانية لمركز الشرطة وبلغتهم عن كل شيء فرح في الوقت ده لما راحت لمركز الشرطة أخدوا الجهاز وابتدوا إنه هم يتكلموا معها ويسألوها لو كانت شكة في أي حد هو اللي ركب لها الجهاز ده قالت لهم إنها مش شكة غير في الشخص اللي كان بيتتبعها واللي قدمت بلاغ ضده من فترة قصيرة أقراض الشرطة لما كشفوا عن الجهاز ده علشان يعرفوا هو مرتبط بتليفون مين بالضبط اكتشفوا إنه هو بالفعل مرتبط بتليفون نفس الشخص اللي فرح قدمت ضده البلاغ وإن شكوكها بالفعل كانت في محلها بمعنى إنه هو حط جهاز التعاقب في عربيتها وكان ربطه بتليفونه بحيث إنه فرح كل ما تروح لأي مكان يتم إرسال رسالة ليه ويعرف من خلالها هي موجودة فين بالضبط ويروح ويفضل قاعد قدامها أفراد الشرطة في الوقت ده يستدعوه مرة تانية ولكنه لما هيحضر هناك هينكر تماما أي صلة بالجهاز ده وفي الوقت ده هيقرر إنه هم يواجهوه بحقيقة إن الجهاز ده مرتبط برقم تليفونه وهنا قرر إنه هو يعترف لهم بأنه بالفعل هو اللي ركب الجهاز ده ولكنه كان مركبه قبل ما يمدي تعهد بعدم التعرض لفرح وإنه هو نسي الموضوع وما كانش يحطه في دماغه وإنه من وقت ما مضى التعهد كل مرة كانت فرح بتشوفه في أي مكان اللي كان مجرد صدفة وتصادف أفراد الشرطة في الوقت ده قرروا إنه هم يعملوا بحث عن الشاب ده علشان يعرفوا إيه حكايته بالزبط والشاب ده كان اسمه فهد صبحي محي الدين محمد وزي ما قلت لكم إنه هو كان منضم القوات العسكرية لما بدأوا إنه هما يبحثوا في سجله ويعرفوا هل هو متعود على التصرفات دي اكتشفوا إن سجله كان نظيف تماماً وإنه هو عمره مقام بتصرفات مشابهة المهم إنه أفراد الشرطة اتكلموا معاه مرة تانية ووضحوا له إن فرح سيدة متزوجة ومش حابة إنها يكون لها بيه أي علاقة وإنه هو يبعد عنها تماماً وعادهم بالفعل بإنه هو هيبعد عنها ومش هيتعرض لها مرة تانية تصرفات فهد كانت غريبة جداً هو عادي وطبيعي إن أي شاب بتعجيبه أي بنت في أي مكان ممكن إنه هو يروح ويتكلم معاه بطريقة مهزبة يمكن يحصل نصيبة بينهم ولكن لما هو عرف إنها متزوجة وإنها مش حابة تتكلم معاه وإنها قدمت ضده بلاغ ومضى على نفسه تعهد وفي نفس الوقت هو مصر إنه هو يتكلم معاه ويتتبعها تصرف غريب جداً منه ما فيهوش أي شيء من المنطق فهد بعد ما خرج من مركز الشرطة اتدى إنه هو يوجه التهديد لفرح وكان بيقول لها نصاً إنه هو هيدفعها التمن غيلي بإنها دخلته للمركز الشرطة وقدمت بلاغات ضده فرح في الوقت ده حست ببعض الخوف والقلق هي كانت طول الوقت بتحاول إنها تحلل موضوع لوحدها من غير ما تدخل زوجها ومن غير ما تدخل أي حد من أفراد أسرتها ولكنها في النقطة دي على وجه التحديد حست إن الموضوع أكبر بكتير من تصرفها وعلشان كده لجأت لأختها دانا واللي زي ما قلت لكم إنها كانت بتعمل كمحامية وقعدت فرح مع أختها دانا وحكت لها الموضوع زي ما بنقول من طقطق لسلام عليكم وفي الوقت ده دانا اتأكدت من إن الشخص اللي اسمه فهد وبيتطبع أختها مش في قوى العقلية وإنه لازم يتخذ ضده إجراء قوي وعلشان كده اتقدمت ورفعت دعوة قضائية ضده والدعوة دي كانت بتتهب فيها فهد بالتهديد بإلحاق الضرر وحب أقولكم إن فهد برغم إنه هو ماضي على نفسه تعاهد الشرطة حصدرته مرتين أخت فرح رفع ضده دعوة قضائية إلا إنه هو ما تخلاش عن فكرة تتبعها كان بيروح وراها في كل مكان هي بتروح ليه وما كانش بيتكلم معاها ولا بيقرر لها هو بس كان بيفضل قاعد قدامها ويبص ليها وده كان تصرف غريب جدا منه كل ده فهد كان لسه ما وصلوش اختار بالدعوة القضائية اللي دانا أخت فرح رفعتها عليه وبمجرد ما هيوصله الاختار ده هيتعصب جدا وهيقرر إنه هو يروح ويقابل فرح علشان يهددها مرة تانية إزاي إنها ترفع ضده دعوة قضائية وبالفعل في يوم من الأيام فرح هتكون هي وأمها رايحين ومتجهين للبنك المشهد كان في الشارع وكان غريب جدا تصرفات فهد راح للفرح وابتدى إنه هو يوجه ليها الكلام ويقول لها إنها لازم تتنزل عن الدعوة القضائية دي وإنها ما ينفعش تعمل معاها تصرفات زي كده وهو ما أزهاش وفي الوقت ده فرح قالت له إن هي متمسكة بالدعوة القضائية وإن طول ما هو بيتتبعها ومش عايز يسيبها في حالها هي هتدخل الشرطة والقضاء وهو ما يتصرفوا معاه أم فرح في الوقت ده كانت وقفة ومش شامة أي حاجة حاولت إنها تدخل تفهم مين الشخص ده وتحاول إنها تبعيده عن بنتها ولكن فهد كان عنده قلة زوء كفاية لدرجة إنه هو زق أم فرح وكان هيوقعها على الأرض مسك فرح من إيدها وكان بيجرها علشان يدخلها جوه عربيته ويأخدها ويمشي ولكن في الوقت ده فرح وأمها بدون هم يستغيصوا بكل الناس اللي كانت بتمر في الشارع والمنطقة اللي هم كانوا وقفين فيها كانت مليانة بناس كتير وعلشان كده فهد خاف وقلق وقرر إنه هو يسيب فرح وأمها ويأخد عربيته ويمشي فورا من المكان طبعا فرح في الوقت ده كانت في حالة انهيار تم اتصلت بأختها دانا وقالت لها على المشهد كله وإيه اللي حصل معها هي وأمها وعلشان كده أختها دانا قررت إنها تروح وتاخدها وتروح بيها لمركز الشرطة بصفة رسمية وقدمت بلاغ جديد ضد فهد دانا في الوقت ده كانت بتوجه الاتهام لفهد وبتقول إنه هو في يوم من الأيام هيئذي أختها بالفعل وإنه هما مش متوقعين أي تصرف من تصرفاته وإنه بكل تأكيد فهد مش في كامل قواه العقلية أفراد الشرطة في الوقت ده كانت حاسين إن في حاجة غريبة وابتدوا إنه هما يوجيهوا السؤال لفرح هل هي كانت على العلاقة بالشخص ده من زمان أو فترة قريبة هل هي تعرفه بأي شكل من الأشكال أو اتكلمت معاه بأي شكل من الأشكال وفرح في الوقت ده هتقوله من أبدا عمره ما شفت الشخص ده إلا في اليوم اللي قبلته في المنتزه زي ما قدمت البلاغ ضده أول مرة أكتر من كده هي ما تعرفش عنه أي شيء وقالت لأفراد الشرطة إنها وضحت لي بإنها سيدة متزوجة قبل ما تروح تقدم ضده البلاغ وبعد ما قدمت ضده البلاغ وقدامهم في مركز الشرطة ولكن بالرغم من كل ده هو ما عندوش أي استعداد للتراجع وهيتم استدعاء فهد وهيتكلمه معاه للمرة الثالثة في مركز الشرطة وهيطلبه منه إنه هو يبعد عن فرح تماما علشان بعد كده ما يبقاش شيء مسألة قانونية ضده وهتخرج فرح هي ودانا ويركابه عربيتهم وهيخرج كمان فهد في الوقت ده فرح شافت فهد قدامها وفهد كان عنده نية بإنه هو يدخل في العربية اللي هم ركبينها وتقدروا تقوله إنه هو كان بيحاول إنه هو ينهي حياة فرح ودانا المشهد ده كله كان شايفه واحد من أفراد الشرطة قدام مركز الشرطة أبضوا على فهد وأخدوه للمركز الشرطة وابتدى إنه هو يتم التحقيق معاه على مدار عشر أيام كاملين وكان في خلال الوقت ده فهد بيبرر كل تصرفاته وبيقول إن الموضوع ما كانش متعمد ولا مقصود وإن اللي حصل مجرد قضاء وقدر وهي مجرد حادث وإن هم مكبرين الموضوع وبعد ما يتم إطلاق صراح فهد بعد ما هيتعهد للمرة الرابعة بإنه هو مش هيتعرض لفرح مرة تانية هيمر عشر أيام كاملين في خلال الفترة دي فرح ولا تلقت أي مكالمة من فهد ولا كانت بتشوفه في أي مكان وهنا اعتقدت فرح إن أخيرا فهد اقتنع بإنه هو يبعد عنها ويسيبها في حاله ولكن بكل تأكيد كل اللي فرح كانت بتفكر فيه ده كان مجرد أفكار في رأسها وفهد مش هيتخلى أبدا عن مطاردتها وفي تاريخ 3 إبريل من سنة 2021 في اليوم ده فرح كانت عايزة تخرج علشان تشتري بعض الأغراض للبيت وكانوا في الوقت ده في شهر الرمضان ولأن فرح كانت متوترة من إنها تقابل فهد في أي مكان أو إنها تشوفه في أي مكان اتصلت على أختها دانا وطلبت منها إنها تخرج معاها هي وبناتها علشان تشتري بعض الأغراض للبيت وبالفعل دانا هتوافق هتروح لبيت أختها فرح بعربيتها فرح وبناتها كانوا في عربية منفصلة ودانا كانت في عربيتها الخاصة ومشيوا هم الأتنين في اتجاه المكان اللي كانت رايحة ليه فرح علشان تشتري الأغراض اللي كانت عايزة تشتريها وبعد ما طلوا على الطريق بفترة قصيرة لقوا عربية فهد ماشية معهم على نفس الطريق ومش بس كده ده كان بيحاول ليكسر عليهم علشان يوقفهم وقف فهد بعربيته بالعرض في الطريق لدرجة إنه هو خبط في عربية دانا نزل من العربية ووصل لشباك عربية دانا وابتدى إنه هو يتكلم معاها ويطلب منها إنها تفتح الباب في الوقت ده فهد كان بيوجه لها المثبات والشتائم وكان بيتعهد لها بإنه هو هينتقم منها وده أنا كمحامية ما لقيتش أي حل غير إنها تطلع تليفونها وتصور فهد وهو بيعمل كل الهوليلة اللي كان بيعملها بره عربيتها وقبل ما دانا تلحق إنها تتحرق اتحرق فهد وراح للعربية الخاصة بفرح ذق فرح وقعد في كرسي السواء وكانت فرح قاعدة جنبه والبنات قاعدين وراء أخذ عربية فرح وتحرق بيها كل ده حصل على مرأة ومسمع من دانا ومن غير ما تلحق حتى إنها تدفع عن أختها نزلت دانا من عربيتها وبدأت دانا تسرخ وتستنجد بكل الناس ولكن فهد كان أخذ فرح بعربيتها ومعاهم البنتين وميشي على الطريق بدأت إنها تصور بتليفونها عربية فهد واللي كانت لسه مركونة بعرض الشارع وتقول للناس إن الشخص ده صاحب العربية أخذ أختها وخطفها هي وبناتها وإنها تتهم إتهم مباشر بالشروع فقت لها المهم إن فهد بعد ما أخذ فرح مش معروف إيه الحوار اللي دارنا بينهم بالزبط كل اللي معروف إن في أثناء فرح ما كانت في العربية مع فهد ومعاها البنتين فهد قرر إنه هو يطلع سكينة واللي كانت في جيبه وبتد إنه هو يسد الطعنة قوية جدا لفرح في منطقة الصدر لدرجة إن الطعنة دي اخترقت ضلوها ووصلت لقلبها ولأن الدربة كانت في مكان قاتل فرح ما عداش عليها إلا دقيق معدودة نزفت فيها وبعد كده ما كانتش تتحرك تماما كل ده كان بيحصل فوسط ما فهد ما كانش عارف هو يعمل إيه في الوقت ده وفي الوقت ده بناتها كانوا قاعدين وراء شايفين المشهد خايفين ومرعوبين وبيترجوا أمهم بإنها ما تموتش وتسيبهم فهد في الوقت ده هيفكر بسرعة ويقرر إنه هو يروح وياخد فرح ويوديها للمستشفى وبالفعل هيوصل لقرب مستشفى هينزل فرح ويحطها على كرسي متحرك هينزل البنتين ويحطهم جنبها وهيسيبها ويمشي حتى إنه هو مش هيكلف قطره يدخلها للمستشفى علشان يتم أنقذها هو كان عايز يهرب من المكان علشان ما يتوردش في أي شيء كاميرات المرأبة على الطريق اللي ماشي فيه فهد بعد ما ساب فرح وبناتها عند المستشفى أثبتت بأنه هو دخل لمحلة من محلات السوبر ماركت واشترى بعض أدوات التنظيف وراح بيها لمكان عمله غير ملابسه وابتدى إنه هو ينظف العربية تنظيف عميق كل ده زي ما أنتوا عارفين علشان يمحي قصار الدماء وبجده كان معتقد إنه هو مش متورد في أي شيء على الجانب الآخر المستشفى اللي كانت قدامها فرح وبناتها بمجرد ما لحظوا وجودهم أخذوها فورا ودخلوا بيها الجوة وهناك هيتأكدوا من إن فرح فرقت الحياة من قبل ما هم يوصلوا ليها بفترة ولكم أن تتخيلوا الحجم الصدمة اللي البنات كانوا داخلين فيها بعد المشهد البشع اللي شافوا أمهم فيه أدارة المستشفى قدرت إنها تتوصل لوية فرح وكان غالبا فهد حط شنطتها معايا في أثناء مسابها قدام المستشفى وهنا كانوا لازم إنه هم يتواصلوا مع أسرة فرح ويبلغوهم بالخبر المؤسف ولكم أن تتخيلوا الحجم الصدمة والإنهيار اللي أمها وأختها داخلوا فيها بمجرد ما تلقوا الخبر أفراد الشرطة في الوقت دا ما كانش عندهم مشتبه فيهم متعددين ولا كان عندهم أي حيرة في إنهم يحددوا الشخص اللي عمل كل دا فرح زي ما قلتلكم إن فهد كان متصور وهو بيخطف فرح قدام أختها دانا دا غير إن كاميرات المرابة للمستشفى رصدته وهو بيحط فرح وبناتها قدام المستشفى وبياخد عربيته وبيمشي وبما إن فهد صبحي هو المشتبه فيه الوحيد بإنهاء حياة فرح راح أفراد الشرطة علشان يقبضوا عليه وأحب أقولكم إن هم ما دوروش عليه كتير هو فضل قاعد في بيته وكأنه ما عملش أي حاجة ومجرد ما فهد هيروح لمركز الشرطة هيعترف بإنه هو بالفعل اللي كان بيحاول إنه هو يخطف فرح وهو اللي أخدها في العربية ومشي بيها وإن كل حاجة قالتها دانا حصلت بالضبط زي ما هي قالت ولكن قال إن فرح في أسناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض وجوه العربية أمدت السكينة اللي كانت في جيبه نسكتها وطعنت نفسها في قلبها قدام بناتها كل دا حرام وهو قاعد في مكانه ومش قادر حتى إنه هو يمنعها ولكن تقرير الطب الشرعي كان ليه رأي تاني مستحيل فرح تسدد لنفسها طعنة قوية زي دي الطعنة دي محتاجة إن حد قدامك هو اللي سددهاي لك بالإضافة إن كان تقرير الطب الشرعي بيقول إن الطعنة دي بيرجح إنها من رجل عمرها ما يتكون من سيدة فهدى لما هتعرض عليه تقرير الطب الشرعي وإنه هو بكل تأكيد اللي أنهى حياة فرح في قرر إنه هو يقعد ويعترف لهم بكل شيء وفي الوقت دا فهدى كان عنده رواية مختلفة تماماً واللي هتخلي عقلكم محتار ومش عارف الحقيقة فين فهدى كان بيقول إنه هو بفرح كانوا على العلاقة الغرامية ببعض وإنه هما كانوا مرتبطين عاطفياً وإن العلاقة ما بينهم كانت من حوالي سنة ونص قبل ما تقدم ضده الشكوى وإن أول بلاغة هي قدمته بإنه هي شافته في المنتزه وإنه بعد كده كان بيرقبها ويبصلها وكل الكلام اللي هي قالته دا كانت رواية من نزج خيالها وإن الحقيقة إنه هما الاثنين كانوا مرتبطين عاطفياً ببعض من فترة طويل ولما قالونا أفراد الشرطة إحنا كنا واقفين معاها لما تكلمت معاك وقالت لك إنها سيدة متزوجة وإن أنت تبعد عنها وإنها مش عايزة أي علاقة بيه ليه إنت ما جيتش وقلت لنا الحقيقة وإن أنتوا الاثنين كنتوا مرتبطين وفي علاقة ما بينكم ردوا قال لهم أنا قررت إن أنا أجاري الرواية اللي هي اخترعتها بس علشان أسطر عليها وما عملهاش فضيحة ولما سألوا أفراد الشرطة إقوى إنت إزاي تعمل علاقة مع سيدة متزوجة قال لهم إنه هو في بداية تعرفهم على بعض هي خبت عليه بإن هي متزوجة أصلاً وما قالت لهش الحقيقة دي إلا بعد ما كانت علق بيها وحبها جداً فهدي بيقول إن فرح كذبت عليه من بداية علاقتهم أكتر من مرة في البداية هي ما قالت لهش أصلاً إنها متزوجة وبعد فترة قالت له إنها كانت متزوجة وإنها انفصلت وعندها بنتين ولما اكتشف إن هي مش مطلقة ولا أي حاجة قالت له بإنها في مشاكل متعددة مع زوجها وإنها بتحاول تتحصل منه على الطلاق وإنها بمجرد متطلق منه إنه هما هيتزوجوا فوراً فهدي بيقول إنه في الوقت ده ما بقاش قادر يستغنى عن فرح وكان مستعد إن هو يتقبل أي شيء بس علشان يكون معاها كانوا بيخرجوا وبيتقابلوا حتى إن فهد قال في خلال تحيات الشرطة إن فرح كانت بتتردد على البيت عنده وده طبعاً في وجود أمه أم فهدي ظهرت في خلال لقاء تلفزيوني وأكدت على كلام ابنها قالت إن هي كانت بتشوف فرح وإنها كانت بتتردد على بيتها وإنها في البداية كانت معتقدة إنها مش متزوجة ولا عندها أولاد ولما فهدي صرح لها بإن فهدي كانت متزوجة وإنها انفصلت عن زوجها وعندها طفلين ما كانتش مرتاحة للعلاقة دي وكانت شايفة إن ابنها مش مضطر ياخد واحدة مطلقة ومعاها أولاد ولكن ابنها كان بيحبها جداً وعلشان كده قررت إنها تسيبه يختار اللي هو عايزها وقامت إن بعد تردد فرح على بيتها أكتر من مرة شايفت إنها كانت بنت طيبة ومحترمة حتى إن آخر مرة شايفت فيها فرح كانت أم فهد رايحة علشان تجري عملية جراحية وإن فرح هي اللي راحت ووصلتها للمستشفى وكانت بتتردد عليها وبتزورها في الوقت ده بس فهد قال إن مش بس أمه هي اللي كانت عارفة بعلاقته هو فرح أختها دانا كانت عارفة وكمان أمها فهد قال إن دانا أخت فرح هي السبب في إن هم الأتنين يبعدوا عن بعض وإن علاقتهم الغارمية ما تستمرش وإن فرح كانت عايزة تنفصل عن ابن خالها وزوجها وأبو أولادها لإنها ما كانتش بتحبه وإنها كانت متزوجة منه جوازة صالونات وإن ده كان ترتيب عائلي لكنها لما وقت في الحب مع فهد قررت إنها تنفصل عن زوجها وبعد كده تتزوج من فهد دانا أختها لما سمعت بالموضوع ده قررت إنها تبعدهم عن بعض تماما وقدرت بالفعل إنها تكره فرح في فهد ويتخليها إنها عاوزة تبعد عنه دانا في ظهور إعلامي قالت إنها ملاش أي علاقة بفهد ولا عمره شافته إلا لما أختها فرح جات وحكت لها عليه وبعد كده شافته في مركز الشرطة أما كل الإدعاءات اللي هو بيدعيها على أختها بالعلاقة الغرامية اللي كانت ما بينهم هي إدعاءات كذبة وإن غرض فهد من كل الإدعاءات دي بكل تأكيد معروف بما إنه فرح فرقة الحياة ومش تقدر تدافع عن نفسها هو عايز يلوش سمعتها ويكسب الرأي العنف صفه وبكده يقدر إنه هو يخفف العقوب عليه ولكن محامي فهد هيظهر بعض الوسائق واللي بتؤكد إن دانا كان في قضية داخل فيها عائلة فهد وكانت دانا هي المحامية الموكلة في القضية دي يبقى إزاي دانا دلوقتي بتنكر أي صلة بفهد أو بعيلته وفي نفس الوقت هي كانت محامية موكلة في قضية ليهم في سنة 2019 بمعنى إن كل الكلام دي كان قبل الواقع بحوالي سنتين خلوني أقولكم إنه بالرغم من محاولات فهد في كسب الرأي العام إلا إن الرأي العام كان ضده تماما كلهم كانوا حاسين بإنه حتى لو كان فيه علاقة ما بينه هو وفرح وإنها قررت في مرحلة ما إنها تسيبه وتبعد عنه وتحافظ على بيتها وزوجها وأولادها وتتدرك الخطأ هو كان لازم يبعد عنها ليه كان بيضغط عليها في إنها تستمر في علاقتها بيه ليه كان بيطاردها برغم من إنها كانت بتحاول تبعده عنها بشطة طرق وطبعا ده في حال إن الرواية اللي هو قالها كانت صحيحة وإن ده ما كانش مجرد اختلاق من خياله علشان يخفف العقوبة للصدر ضده وطبعا فرح بعد ما انتهت حياتها ما تقدرش إنها تكذب فهد ولا تقول إن هو بيدها عليها بإدعاءات باطلة أنا في صراحة مش قادرة تعاطف مع فهد حتى لو روايته كانت صحيحة مفيش أي مبرر لإنهاء حياة أي شخص على وجه الأرض وخاصة إن فرح حاولت تصده أكتر من مرة ولكنه هو كان مصر على التمادي وفي النهاية أن حياتها قدين بناتها على مرأة ومسمع منهم وده بكل تأكيد مشهد عمرهم في حياتهم ما هيقدروا ينسوه الرأي العام في الوقت ده إن أصلا نصين نص مع فهد ونص مع فرح لدرجة إن فيه بعض الصور تم نشرها واللي كانت بتوضح إن كان فيه علاقة ما بين فرح وما بين فهد ولكن دانا مرة تانية طلعت وكذبت كل الصور دي وقالت إن الصور دي مفبركة بس علشان يتم تشويه صمعت أختها وزي ما قلت لكم في البداية إن الكل كان بيشهد لفرح بإنها إنسانة محافظة جدا ملتزمة بتعليم دينها وقسرتها وإنها أمرأة ما ترتكي التصرفات زي دي لو حد فيكم دلوقتي بيسأل زوج فرح فين من كل اللي بيحصل ده هقول لكم إنه هو اختار إنه هو يقف في الضل وما يظهرش إعلاميا ولا يتكلم في أي شيء وده طبعا علشان يتجنب الفضيحة اللي ممكن تطوله هو اكتفى بس بإنه هو يوكل ليها محامي ويدفع ليه كل الأتعاب فهد في الوقت اللي توجه فيه للمحاكمة كان مواجه ليه الاتهام بالخطف والقتل وتم إتدار حكم أول عليه بسجن المؤبد وطلعت مسيرات متعددة في شوارع الكويت واللي كلها كانت بتطالب بتغيير الحكم وعقوبة الإعدام على فهد علشان يكون عبرة لأي شخص يفكر إنه هو يرتكي التصرفات مشابهة وفي تاريخ 12 ديسمبر من سنة 2022 محكمة التمييز الكويتية هتقرر إنها تسقط ضد فهد عقوبة السجن المؤبد وتخلي مكانها عقوبة بالإعدام وفي تاريخ 26 يناير من سنة 2023 فهده هيتقدم بالتماث بتخفيف عقوبة الإعدام ضده ولكن النيابة العامة رفضت الالتماث ده وفضلة عقوبة الإعدام هي العقوبة الموقعة على فهد زي ما قلتلكم إن الرأي العام في الكويت مقسومه الصين ما بين ناس مصدقة فهد وما بين ناس مصدقة فرح بكل تأكيد فرح لو كانت دخلت في علاقة مع فهد وهي سيدة متزوجة فهي مخطئة بالكامل وما فيش أي شيء يشفع عليها غير إنها تدركت الخطأ حتى ولو ده كان بدعم من أختها دانا وإنها حاول تبعد عن فهد تماما وتسيب كل شيء خاطئ هي كانت بتعمله وتلتفت لبيتها والحياتها والزوجها ولكن فهد كان مصر بإنه هو يستمر في علاقته بيها حتى لو كانت تمن بإنه هو هينهي حياتها وما تكونش لأي حد تاني غيره وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا بشكركم جدا على المشاهدة لو بتحبوا النوع ده من المحتوى ما تنسوش تعملوا سابسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد وتستنوني كل يوم جمعة واثنين وحكاية جديدة سلم ترجمة نانسي قنقر